امام ما سابق كده لو جينا نلخص الدروس تلخيص سريع بنشوف ادوات تحديد المواقع لمعرفة المواقع والاماكن نستخدم الخرائط والصور والخريطة رسم توضيحي لجزء من سطح الارض باستخدام الرموز والالوان ومكياس الرسم وعناصر الخريطة هي عنوان الخريطة ووردة البصلة ومكياس الرسم ومفتاح الخريطة وخطوط الطول ودوائر العرض والخريطة بتساعد الطالب على المذاكرة والمعلم في الشرح والفلاح في تحديد ملكية الارض الزراعية والجيش في تحديد المواقع الحربية والسائح للوصول الى الاماكن السياحية والطيار والكبتان لتحديد المواقع والصورة بتنقسم لصورة جوية وصورة فضائية ملخص الدرس الثاني المصادر الاولية والمصادر السانوية المصادر الاولية هي كل ما تم نقشه او تدوينه سواء من اشخاص عصرات الحدث او شاركوا فيه وامثلا المصادر دي زي الصور والمخاطبات والوصائق الرسمية وافلام تسجيلية ونقوش على قطع اسالية وبرديات وكتابات المؤرخين القدامى والمصادر السانوية ودي كل ما تم تدوينه بعد مرور زمن طويل منذ وقت وقوع الحدث وغالما ما يستند الى المصادر الاولية المصادر الدر السانوية دي زي الكتب والمقالات والموسعات والابحاث والفرق بين الحقيقة والرأي ان الحقيقة هي معلومات او احداث تم اثبات صحتها والتأكد من دقتها من خلال البحث او التجريب وبتتسم بالدقة والموضوعية وغالبا ما تكون صحيحة بينما الرأي هو تعبير عما يشعر به او يفكر به شخص ما تجاه موضوع معين وقد يكون صحيحا وقد يكون خطأ ملخص الدرس الثالث ان القرى هي مساحة واسعة من اليابس تضم عدد من الدول وان المحيط هو مساحة وسعة من الماء المالح ذات اعماق كبيرة وان الموقع الجغرافي موقع المكان بالنسبة لليابس والماء وقرات العالم القديم هي اسيا وافريقيا واوروبا وقرات العالم الجديد هي امريكا الشمانية وامريكا الجنوبية واستراريا واستراريا وانتر كيتيكا او انتراكيا اللي هي القرى الكطبية الجنوبية مول انتر كيتيكا موقع مصر الجغرافي بتقع في الرقم الشمال الشرقي لقرات افريقيا وتقع في قلب العالم القديم ويحدها من الشمال البحر المتوسط ومن الشرق البحر الاحمر ويحيط بها اليابس من الغربي والجنوب واهمية موقع مصر قديما كان نهر النيل وقبل حفر قناة السويس وحديثا بعد حفر قناة السويس زادت اهمية موقع مصر وفي قناة السويس الجديدة اللي زادت اهمية موقع مصر بعد حفر قناة السويس الجديدة في 2015 ولخز الدرس الرابع أن المحافظة مساحة من الأرض بتضم مجموعة من المراكز أو الأحياء ولكل محافظة حدود إدارية تفصلها عن محافظة المجورة وعلى المحافظات 27 محافظة في محافظات الوجه البحري في محافظات الوجه الإبلي في محافظات الحدود وأن القاهرة هي عاصمة جمهورية مصر العربية وبسبب موقعها المتميز فهي نقطة التقاء الوجه البحري بالوجه الإبلي وبيوجد بها معانم أسرية ووزارات وملاكز عشان كده أصبحت عاصمة لجمهورية مصر العربية وأن الدولة بتهتم بتطوير القاهرة من خلال إقامة المشروعات وبتقوم بإنشاء عاصمة جديدة هي العاصمة الإدارية الجديدة ملخص الدرس الرابع بيتكلم عن العلم وأن العلم دو ترامزي بيتخذ كل بلد ليعبر عن تاريخه وتراثه والكل جزء فيه معنى خاص وشكل عالم مصران الحبيب بيتميز بالشكل المستطيل ويتكون من ثلاث ألوان ويرمز إلى كل منها برمز محدد يعني فهي فيها اللون الأحمر والأبيض والأسود والنصر الأصفر الزهبي والأحمر اللي بيدل على دماء الشهداء والأبيض على السلام والأسود على أيام الظلم اللي ستعرضت لها والنصر على كوة صلاح الدين الذي يتميز بهذه الكوة والشخصية الجريئة المصريين العلم هو رمز الدولة وبيرفع في جميع أرجاء البلاد في الوزارات في الهيئات في المواقع السياحية في المؤتمرات في وسائل النقل زي الطائرات مثلا واحترامنا لعلم بلدنا واجب وطني لأنه هو رمز للدولة ومن سوليكيات الاحترام دي الوقوف أثناء تحية العلم عدم الكتابة أو النقشة عليه أو الرسم عليه عدم ابتلاله بالماء رفعه عائليا وتوخي عدم نمس الأرض المحافظة عليه وعدم تمزيقه أو حركه وبيصاحب تحية العلم النشيد الوطني بلادي بلادي اللي ألف كلماته محمد يونس القادي واللي لحانها سيد درويش وعلم مصر مرة بمراحل وتعددها تغير فيها شكل وألوانه عبر العصول لحد ما وصل للشكل الحالي الدرس السادس بيتكلم عن محافظة القاهرة وإزاي محافظة القاهرة بتحتفل بعيدها القومي اللي بيكون في السادس من يوليوم من كل عام وده اليوم اللي بيوافق وضع جوهر السكل حاجة للأساس لبناء مدينة القاهرة ومظاهر الاحتفال بالعيد ده بيكون تزيين وتجميل الميادين والشوارع ورفع عالم مصر وشعار المحافظة فوق المباني الحكومية وإقامة المهرجانات والاحتفالات والمسابقات وافتتاح المحافظ عددا من المشروعات لخدمة أبناء المحافظة ومصر لها عالم بيرمز لها بين دول العالم وكل محافظة من محافظات مصر شعار خاص بيها والعالم درمز بيتخذ كل بلد ليعبر عن تاريخه وتراثه أما الشعار فده بتتخذ المحافظة بيكون راية ورمزة لها عشان يعبر عن نشاط سكانها أو جزء من تاريخها ويدم شعار القاهرة اللي هو شعار محافظة القاهرة عدد من الرموز زي جامع الأظهر الشريف مكتوب على قاعدته القاهرة وخلفه الشمس عشان يدل عن أن الأظهر هو منالة الإسلام في العالم أجمع هنا أسئلة وتعريفات كده على مراجعة الوحدة الأولى فبنقول أن الخريطة هي رسم توضيح لسطح الأرض أو جزء منه باستخدام مجموعة من الرموز والألوان ومكساس محدد وعنوان الخريطة بيوضح المعلومات بالخريطة ومفتاح الخريطة بيوضح الرموز والألوان بالخريطة ووردة البصلة بتحدد الاتجاهات الأصلية والفرعية وتحدد المواقع على الخريطة ومكياس الرسم هو النسبة بين المسافة على الخريطة وما يمكن من قابلها على الطبيعة وخطوط الطول هي خطوط رئيسية تحدد الموقع شرق وغرب ودوائل العرض دوائل وفقية بتحدد موقع شمال وجنوب واللي هو دي بتبقى دائرة الاستواء والصور الجوية دي بيتم التقاطها من مكان مرتفع باستخدام الطائرات والصور الفضائية بيتم التقاطها باستخدام الأقمار الصناعية والمصادر الأولية هي كل ما تم نقشه أو تدمينه من أشخاص عاصروا الحدث والمصادر السنوية هي كل ما تم تدوينه في زمن طويل منذ وقوع الحدث بعد زمن طويل منذ وقوع الحدث وأن الحقيقة هي معلومة تم التأكد منها من خلال البحث والتجريب إنما الرأي قد يحتمل إن هو يكون صح أو غلط ده بيعبر عن رأي الشخص تجاه موضوع معين وقد يختلف من الشخص لآخر وأن القرات هي مساحة وساعة من اليابس تضم عدد من الدول بداخلها وأن المحيط هو مساحة وساعة من الماء لحزة أعماق كبيرة وأن المحافظة هي مساحة من الأرض تضم مجموعة من الملاكز وأن الجي بي اس ده نظام تحديد المواقع العالمي وأن العالم رمز تتخذ زو كل البلاد ليعبر عن تاريخها ولو قال لي أهمية عنوان الخريطة إنه بيوضح معلومات بالخريطة وأهمية ورد البصلة بتوضح الاتجاهات الفرعية والأصلية وبتوضح مواقع الخريطة ولو قال لي أهمية مفتاح الخريطة إنه بيوضح الرموز والألوان بالخريطة أهمية الخريطة في حياتنا إنه بيستخدمها الكثير من الأشخاص عشان يعرفوا المكان الفلاح عشان يحدد الأرض الزراعية المعنم عشان يشرح بيها الدرس الطالب عشان يذاكر دروسه عليها الجيش عشان يحدد المواقع الحربية وهكذا أهمية الصور الجوية دي بتساعد رسم الخرائط بدقة طب أهمية الصور الفضائية دي بتساعد في التقاط عدد أكبر من المواقع أهمية قناة السويس إنها ربطت بين البحر الأحمر والبحر المتوسط ووفرت الوقت والجهد وقللت وقت الإبحار بين أسيا وأوروبا اتقسمت مصر إلى محافظات بسبب اتساع مساحة مصر وتم اختيار القاهرة عاصمة لمصر عن باقي المحافظات لموقعها المتويز إنها بتربط أو هي نقطة الالتقاء بين الوجه البحري والوجه القبلي وقامت الدولة بإنشاء عاصمة جديدة اللي هي العاصمة الإدارية عشان تخفف الضغط السكاني أهمية نظام تحديد المواقع اللي هو نظام الجي بي اس اللي هو تحديد مواقع الأماكن المادة 223 من الدستور لها أهمية كبيرة لأنها الخاصة بإهانة العالم المصري إنه بيكون ده جريمة بيعاقب عليها القانون أهمية موقع مصر الجهرافي إنها بتقع في قلب العالم القديم قلب الوطن العربي وتلتقي عندها الدول العربية بأسيا وأفريقيا أهمية نهر النيل إنه يساعد على قيام الزراعة ويساعد على قيام الحضارة وحلقة وصل بين شمال مصر وجنوبها أهمية قناة السويسي الجديدة إنها بتزود عدد السفر وبتقلل وقت مرور السفينة مصر دولة بحرية لأن بيوجد فيها بحرين الأحمر والأبيض المتوسط السؤال الثالث بيقول لي اكمل لمعرفة مواقع الأماكن بيستخدم طبعا الخريطة والصور بيحدد عنوان الخريطة المعلومات بالخريطة التسمية بين المسافة على الخريطة وما يقابلها على الطبيعة هو مقياس الرسم الصور الجوية يتم التقاطها باستخدام الطائرات الصور الفضائية بيتم التقاطها باستخدام الأقمار الصناعية زادت أهمية موقع مصر بعد حفر قناة السويس بيتميز المصادر الأولية بالدقة تتميز المصادر السنوية بأنها سهلة ومتوفلة الوجود قناة سونسورت الثالث بيحفر قناة سيزو ستري حفر قناة السويس بعيدة مصرية تحت إشراف فرنسيين من أمثلة المصادر الأولية الصور والنقوش ومن أمثلة المصادر السنوية الكتب والأبحاث وتقع مصر في قلة أفريقيا في الركن الشمالي الشرقي عدد محافظات مصر 27 محافظة أكبر محافظات مصر الوادي الجديد وأصغرها دومياط من محافظات الوجه البحري منوفية شرقية بحيرة من محافظات الوجه الإبلي أسوان الأكسون المينيا من محافظات الحدود شمال سيناء جنوب سيناء الوادي الجديد من المعانم السياحية بالقاهرة مسجد عامل بن عاص وقلعة صلاح الدين المشاريع اللي قامت بها الدولة لتطوير القاهرة حي الأصمرات ومحمر رود الفرج وروضة السيدة زينب يحمل نظام تحديد مواقع العالمي الجي بي اس يفضل الصور بالأكمار الصناعية ويعمل نظام تحديد المواقع بالصور بالأكمار الصناعية وبيعبر اللون الأحمر في عالم مصر على دماء الشهداء واللون الأبيض في عالم مصر على السلام بينما النون الأسود بيرمز للظلم اللي عاشته مصر عبر العصول ويرمز النصر لكوة مصر لأنه متاخد من كوة صلاح الدين من الأماكن اللي بيوجد فيها عالم مصر الأماكن السياحية والوزرات والهيئات سلوكيات اللي تعبر عن احترام عالم بلدنا عدم الكتاب عليه عدم سلوكته عدم بلو علف كلمات النشيد الوطني محمد يونس ولحنها سيد درويش يقابل اتجاه الشمال اتجاه الجنوب ويقع اتجاه الشمال الغربي بين الشمال والغرب ويقابل اتجاه الجنوب الغربي الشمال الشرقي وتعتمد المصادر السنوية على المصادر الأولية وعدد محافظات شبه جزيرة سيناء 2 هما شمال سيناء وجنوب سيناء ويحيط الماء بمصر من جهتي الشمال والشرق اللي هما البحر الأحمر والبحر المتوسط بينما اليابس من الجنوب والغرب اللي هما الغرب ليبيا والجنوب دولة السودان من قرات العالم القديم أسيا وأفريقيا وأوروبا ومن قرات العالم الحديث أمريكا الجنوبية والشمالية وأستراليا وعالم الجمهورية العربية المتحدة كان عالم مصر وسوريا إنما عالم اتحاد الجمهوريات العربية كان مصر وسوريا وليبيا وبيدل اللون الأزرع بعالم الولايات المتحدة الأمريكية على العدالة واللون الأخضر بكينيا على الصروات الطبيعية ويتوسط عالم لبنان شجرة الأرز وبيتوسط عالم كينيا درع ورمحان وتقاطعان ويدم عالم الولايات المتحدة الأمريكية 13 شريطا بيقول لي بقى ما خطورة تسطر معلومات غير صحيحة أو ما خطورة نشر معلومات غير صحيحة على وسائل التواصل الاجتماعي طبعا ده بيؤثر على المجتمع لأن انتشار الشائعات بيؤثر بالسلب على المجتمع بيدره أنواع المصادر اللي بتتضمعنها المواقع مصادر أولية ومصادر سنوية مصر هي الدولة الوحيدة التي يجتمع فيها البحرين الأحمر والمتوسط وتلتقي مصر بقراتين هما أسيا وأفريقيا وتقترب في أوروبا ولو قال لي تكلم عن موقع مصر وأهميته هقوله أنها بتقع في قلب العالم القديم وقلب الوطن العربي وبتسهل الاتصال بين جيرانها ولو قال لي على أهمية تأثير قناة السويس على الاقتصاد العالمي هقوله أن أصبحت مصر بعد حفر قناة السويس مركزا تجاريا وبعبرا التجارة الدولية بين الشرق والغرب طب لو قال لي ساهمة في التجارة ومصدر أساسي للزراعة هقوله نحر النيل طب قال لي شريان ملاحي عنامي يربط بين الشرق والغرب هقوله قناة السويس طب لو قال لي كم يبلغ عدد محافظات شبه جزير السيناء هقوله اثنين اللي هي جنوب سيناء وشمال سيناء لو قال لي أسكر مثالين لمحافظات الواجه البحري هقوله محافظات الواجه البحري زي المنوفية زي البحيرة محافظات الواجه الإبلي زي أسوان زي الأكسر لو عايز مثالين لمحافظات الحدود يبقى شمال سيناء وجنوب سيناء والوادي الجديد لو عايز ثلاث أماكن طرع العالم المصري يرفرف عليها وليه بيعتبر رفع العالم ضروري الثلاث أماكن هي أماكن حكومية أماكن سياحية طائرات لأن العالم دوت بيكون رمز للدولة عشان كده وجب رفعه لو قال لي بعض السلوكيات اللي بتعبر عن مظاهر احترام العالم بقوله عدم بلو عدم سرقاته عدم الرسم عليه عدم الكتاب عليه الحفاظ عليه الوحدة الثانية بيقول لي ملخص للدرس الأول أهم مظاهر الطبيعية في مصر بقوله نحر النير والصحراء الشرقية وشبه جزيرة سيناء والصحراء الغربية بقوله بيولوم المستوى ارتفاع كل المنطقة بلون محدث زي الأخضر الفاتح بيدل على السهول والغامة بيدل على المتخفضات والبن الفاتح بيدل على الهضاب والغامة بيدل على الجبال والمناطق الأكثر ارتفاعا وإن أشكال سطح الأرض في مصر بتكون أراضي مرتفعة زي جبل أو تل أو هضبة أو أراضي أقل ارتفاعا زي السهل الفيدي والسهل السحلي أو أراضي منخفضة عن سطح البحر زي المتخفضات وفي مسطحات مائية زي البحر والنهر والبحيرة لو قال لي الطاكس والمناخ فالطاكس هو حالة جو لفترة زمنية قصيرة من حيث حرارة ورياح وأنطار في يوم أو أسبوع أو شهر إنما المناخ هو وصف لحالة تتجو لفترة زمنية طويلة من حيث حرارة ورياح وأنطار في الفصل أو السنة الفصل هو فصل استجتاء فصل صيف فصل ربيع فصل خريف لو قال لي أدوات قياس عناصر الطاكس بيزان الحرارة الترموميت لكياس درجة الحرارة من قياس المطر لقياس كمية المطر دوارة الرياح أو جاورة بالرياح لتحديد تجاه الرياح للأنين ومثل قياس سرعة الرياح دور التكنولوجيا في قياس عناصر الطاكس الأكمار الصناعية محطات الأرصاد الجوية برامج الهاتف المحمول هناك العديد من الأنشطة التي يستفيد من خدمات الأرصاد الجوية زي صد الأسماك والزراعة والسياحة والصناعة والنكل للبري والبحري والجوي والاتصالات ملخص الدرس الثالث في الوحدة الثانية بيقولي أنواع البيئات بيئات صحراوية وزراعية وساحلية الخصائص الطبيعية للبيئات المصرية أن البيئة الصحراوية بيكون فيها الصحراء الغربية والشرقية وشبه جزيرة سيناء والبيئة الزراعية فيها دلتا النيل ووادي النيل والبيئة الساحلية فيها ساحل البحر المتوسط وساحل البحر الأحمر ملخص الدرس الرابع بيتكلم عن الموالد الطبيعية وجي الموالد اللي خرقها الله لنا لتساعدنا عن حياة ونستخدمها في إجباح حاجتنا من مأكل ومشرب ومسكن وملبس والنشاط الاقتصادي هو العمل أو الحرفة اللي بيكون بها الإنسان لاستغلال الموالد الطبيعية الإجباح حكته وأنواع الموالد الطبيعية هي الموالد المائية والنباتية والمعدنية ومصادر الطاقة والوحاد هي أراضي منخفضة بالصحراء تكون بها الزراعة على مياه جوفية والتنمية المستدامة هي استخدام الموالد بحيث تلبي احتياجات المواطنين مع الحفاظ على حق الأجيال القادمة في هذه الموالد الصوابات الزراعية ودي خيم مصنوعة من مواد شفافة منكفزة لأشعة الشمس اللي بتخليها تنفس خلالها يعني ويمكن التحكم في درجات حرارتها وتزرع فيها الخدروات والفاكهة ترجمة نانسي قنقر